هلو تنسيقريت هاورو تنسيقريت هاورو توداي اي هب يو ار ار اكي هاوز يو هيلت توداي از مونداي فورتينت اف ديسمبر اليوم الاسنين اربعتاش كانون الاول يعني اربعتاش تناش توداي we are going to take the writing in your workbook رح نوخذ الكتابة في كتاب الworkbook كتاب التمرين وبعدين رح ناخذ الترجمة translation في الدوسية New Booklet So at first open your workbook on page 27 يلا فتحونا الكتاب التمرين Workbook صفحة 27 Open your workbook on page 27 بعدين then we are going to take translation on page 52 booklet بعدين رح ناخذ الترجمة صفحة 52 في الدوسية تمام وهيك بنكون ان شاء الله ختمنا Workbook والدوسية اليوم هسه بالحصة هاي ان شاء الله رح نختمهم بظل علينا ال student book ونعمل مراجعات تمام يا عاشر اوكي خلينا نشوف تقرير حول ملاحظاتك من تجربة ذك تكتب تقرير عن ملاحظاتك لتجربة هاي معطيك هو هون تجربتين Work in bears اعمل في من جموع يعني كل اثنين مع بعض في ازواج Carry out the following experiments with paper نفذ التجارب التالية باستخدام الورق Use the pictures and the words to describe the experiments استخدم الصور والكلمات لوصف التجارب طبعا هذا التمرين واجب عليكو انتو عارفين انه واجب تمام فايش طالب منك هون يا عاشر بحكي لك بدك تعمل تجارب هاي بعدين بعد ما تعمل هاي التجارب بدك تكتب تقرير عن هاي التجارب لاحظ عندي معي التجربة الاولى بدك تمسك ورقة من فوق شايف كيف هو ماسك الورقة هون شوف معي عاشر هون شايف كيف ماسك الورقة من فوق بدك تجيب ورقة اول اشي strip of paper شريط من الورق يعني ورقة بدين بدك تمسكها من فوق تمام اوكي طلع على الصورة الثانية هون بالاربع اصابع اللي انت ماسكهم هون فوق بعدين بدك تسقط الورقة تمام بدك تسقط الورقة بدك تشوف هل ايدك تحت الثاني بتقدر تمسكها بنفس الوقت او الشخص الثاني يعني بقدر يمسكها وقت سقوطها اخر اشي فبدك تكتب عن هاي التجربة يعاشر اوكي اذا شفناها اش هي التجربة تمام تمام فبدك تستخدم هاي الصور وتوصف هاي التجربة اوكي في اي سؤال على التجربة الاولى اذا تمسك الورقة انت فوق فور فنجر تمام بالاصبع الرابع اللي هو يعني الشاهد تقريبا مع الابهام بعدين شو بتعمل تسقطها اوكي هي اسمها اصلا بيبر دروب سقوط الورقة تمام تمام فبتنفذ هاي التجربة وبتشوف ايش النتائج اللي حصلت منها اوكي طيب التجربة الثانية هون يا عاشر كوين ادرب انتو كب سقوط عملة في كب مق مق يعني كوب اول اشي بدك تجيب كوب هاي تطلع معي هون هاي كوب بعدين بدك تجيب كوين عملة بعدين كارد بطاقة تعرفوا شو الكارد بطاقة ورقة تشدة او اي بطاقة زي هيك تكون قاسية زي الشدة اوكي شو بدك تعمل بدك تحط الورقة على الكوب من فوق على ثم الكوب بعدين بدك تحط العملة عليها تمام بعد الورقة بتحط العملة بعدين شو بدك تعمل بدك بوش هاي هون بوش تدفع الورقة بدك كيك يعني بوش تدفعها طلع كيف هو عامل هاي الحركة زي لما تيجوا تلعبوا قلول اكيد يعني معظمكم بتعرفوها فبدك تضرب الورقة تتنزلها لازم العملة تفوت جوها هاي هون العملة تفوت جوها المق والورقة تنزل على الارض تمام يا عاشر فهاي هي التجربة بدك تنفذها وتشوف ايش النتاج اللي حصلت معاك وشو السبب لهاي النتاج ليش هيك بتصير هاي النتاج بدك تبحث وتشوف اسباب هاي النتاج اللي بتصير معاك اوكي في اي سؤال عليهم لهون هاي التجارب اوكي الان سؤال 12 هون المهم هون بدك تكتب now write the findings explanation دك تكتب النتائج of the both experiment للتجربتين التجربة الاولى ايش صار معاك فيها نتائج بدك تكتبهم هون عند واحد التجربة الثانية تجربة العملة ايش صار معاك فيها النتائج هلوقعت العملة جوها الكوب بدك تكتب النتيجة and what happened شو اللي حدث وانت بتعمل بالتجربة بدك تحكي خطوات عملك للتجربة ايش صار بعد ما انت مثلا دفعت الورقة نزلت العملة جوها الكوب and why ليش ليش هيك صار معاك النتائج ليش هيك حدث تمام فهذا اللي مطلوب منك هون في تمرين 12 تمام يا عاشر في ايس سؤال عليهم لهون اوكي فبتحلوه بترسلوه على المنصة يا عاشر تمام الان انتقلولي للترانزليشن الترجمة يلا فتحونا الدوسية open your booklet on page 52 الدوسية صفحة 52 يلا are you ready جاهزين اوكي اوكي في عنا ترانزليشن اللي هي الترجمة اوكي خليني اقرأ النص وبعدين راح انترجم اكل جملة بجملتها بيبرز بيبرز كان سلطان اوكي 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 اذا هذا نص الترجمة الان خلينا نبلش ترجمته بيبرز كان سلطان لمصر وسوريا ان 1260 عام 1260 بيبرز لد the soldiers that won the battle of angelot against the mongols بيحكينا كان بيبر سلطان مصر وسوريا اوكي في عام 1260 قاد بيبرز الجنود الذين فازوا في معركة عين جالوت ضد المغول اوكي 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 افتر the death of كوتوز بيبرز become سلطان او ايجبت بعد موت قوتوز شخص اسمه قوتوز اصبح بيبرز سلطان مصر اوكي 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 بيبرز system for delivering messages made it possible to send messages from Cairo to Damascus in four days نظام نظام بيبرز لإيصال الرسائل نظام بيبرز لإيصال الرسائل جعل من الممكن إرسال رسائل من القاهرة إلى دمشق اوكي اوكي وشجع البحوث الطبية بيبرز ضد دمسكس تغفي بيبرز في دمشق and on july 1277 في 1277 يوليو يوليو اللي هو جولاي أي شهر يعني عاشر جولاي أي شهر شهر تموز برافو يهو شهر سبعة اوكي تمام فهذا كان نص الترجمة كان بيبرز سلطان مصر وسوريا في عام 1260 قاد بيبرز الجنود الذين فازوا في معركة عين جالوت ضد المغول بعد موت قطز أصبح بيبرز سلطان مصر نظام بيبرز لإصال الرسائل جعل من الممكن إرسال رسائل من القاهرة إلى دمشق في أربعة أيام بناء الجسور والقنوات والمساجد ودعم العلوه الإسلامي وشجع البحوث الطبية توفي بيبرز في دمشق 1277 يوليو تمام يلا رحطيكو دقيقتين تكتبوهم طبعا اللي ما بيلحق يا عاشر وين برجع لل BDF أوكي يلا أكتبوهم حلو خطكو واضح يا عاشر دیزيزيزيزيزيزذيزيزيزيزيززيزيزيزيزيزيزيزيزGet يا عاشر يلا الرسائل في حد عنده ليس سؤال على الترجمة او على موضوع الكتاب اللي حكنا هيك ان شاء الله يا عاشر بنكون خلصنا الدوسية والوركبوك شو بظل علينا بس حل مراجعة بالستيودنت وحل مراجعة بالوركبوك ونوعمل مراجعات لكل الوحد تمامي عاشر اوكي 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 شكرا